اختتمت أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى درب الأربعين بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد استمرت أعمال القافلة لمدة يومين حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرى درب الأربعين بإجمالي 450 حالة كما تم صرف العلاج لهم بالمجان من صيدليات القافلة القافلة العلاجية بتنهي أعمالها في قرى الأربعين طبعاً قرى الأربعين دي من الأماكن البعيدة جداً تتبع مركز باريس في محافظة الوادي الجديد والحمد لله تم الكشف على حوالي من 40 إلى 450 مواطن ودول تم تقديم الخدمات الطبية سواء من كشف أو فحوصات أو أدوية بصورة مجانية وتم تحديد بعض العملات الجراحية وتم تحويلها الأقرب مستشفى ممكن تقدم خدمة الجراحية للسادة المواطنين